عايز احكي لحضراتكم النهاردة على خبر حصل في الدوري الانجليزي دوري الانجليزي نادي منشستر يونايتد الخبر ده حصل نادي منشستر يونايتد يمنع أربعة من كبار الأسماء الإعلامية من حضور المؤتمر الصحفي لمدربه الهولندي إريك تنهاك ده إمتى؟ قبل مباراة الشلس القادم طيب الخبر من على الدلمة لهم نعرف الأسباب إيه اللي حصل يخلي منشستر يونايتد يتخذ مثل هذا القرار تفسير منشستر يونايتد قالوا كده في بيان رسمي لقد اتخذنا إجراءات ضد العديد من المؤسسات الإعلامية ليس لأنهم نشروا أخبار لا نحبها طبيعي ولكن للقيام بذلك خد بالك من اللي جاي عشان تعرف كيف يتعامل الإعلام برا مصر وذلك دون الاتصال بنا أولا لمنحنا الفرصة للتعليق أو التحدي أو الرد طيب إيه هو الموضوع اللي اتكلمت في المؤسسات أو الصحفيين دول يعني وتسببوا في هذا الموقف هذا الموقف اللي أنا بعتبره موقف قوي من منشستر يونايتد أقول لحضراتكو حالة الإجابة كانت أنهم نشروا أخبار عن النادي تتعلق بفقدان اللاعبين الثقة في المدير الفني إريكتنهاج وتشكيكهم في الصفقات أقول الله يا جماعة الخبر ده حقيقي لو حضرتك فكرت معي بالعقل كده شوية لو كان الموقف ده من النادي الأهلي في ظل ما يحدث هذه الخبر اللي أمام حضراتكو ده تخيلوا حضراتكو دلوقتي طلع أحد البرامج وتكلم على أنه محمد عبد المنعم عمل كذا أصل مودست ده كذا أصل كولر ده كذا أصل إمام عشور ده كذا كل الناس مش طيقة أخرها كولر مش طيقة إمام عشور وإمام عشور مش طيقة كولر تقريبا تقريبا ده نفس الكلام اللي نادي منشستر يونايتد أعرق واحد من أهم وأعرق الأنداة في العالم في العالم أوقف أربع مؤسسات صحفية بسببه أنهم شككوا في بعض الصفقات واختلافاتهم مع المدرب إليك تنهاج فدخلوا حضراتكم لو نادي الأهلي في ظل ما يحدث يوميا من بعض البرامج والمنصات الإعلامية بخصوص التشكيك في النادي الأهلي ومدربينه ولاعبي وتعاقداته فكر حضرتك وقول لي إيه هي ردود الأفعال على هذا الأمر وحتبقى عاملة إزاي ردود الأفعال ساعتها لو نادي الأهلي اللي عمل كده أتمنى بس والله العظيم تلاتة أن هنا الفقرة دي اسمها فقرة بالعقل ليه؟ لأن الفقرة دي تخلي حضرتك وانت واقف كده تفكر في هذا الموقف ليه منشستر يونيتد وقف الأربع صحفين دول علشان كتبوا هم قالوا كده في الموقف بتاعهم قالوا مش عشان كتبوا أخبارك يا كاذبة لكن عشان مدوناش حق الرد أو التحدي أو الرد على مثل هذه الأمور يتصلوا بنا ويسألونا ينهاري سود طب كنتوا تعالوا شوفوا اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل مع النادي الأهلي كنتوا عملتوا إيه؟ ده منشستر يونيتد كان وقفت ناس كتيرة جدا في إنجلترا يعني موقف منشستر يونيتد وجهة نظري كان موقف قوي جدا ومشوفناش حد بيقول إنها مصادرة على الحرية والرأي والانتقاد لإنه كان بيال منشستر يونيتد واضح جدا الموضوع مش فيه نشر الأخبار اللي مش عجبانة ولكن لإنه محدش حاول يدينا فرصة نرد أو يسألنا وإحنا نجاوب ونوضح له إيه هي وجهات النظر لكن الحمد لله من خلال وجودنا في قناة النادي الأهلي بنحاول على قد ما نقدر نقول وجهة نظر النادي الأهلي الحمد لله أيضا إن جمهور النادي الأهلي بيثق فينا وبيثق في ناديه وبيثق في قناته وبيثق في مركزه الإعلامي الحمد لله والشكر لله وده بشوفه آه طبعا هناك بعض الانتقاد وده طبيعي جدا وأنا شخصيا بتعلم من هذه الانتقادات الانتقادات الجمهور للقناة واللبرنامج لكن والله يا جماعة ناس كتير الحمد لله والشكر لله بتوقفني في الشارع وتقول لها يا إسلام اللي انت قلتم بلح ده كذا وعندك حق وكذا 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 فكروا لو النادي الأهلي عمل زي منشستر يونايتد كده وبعت ما إنه النادي الأهلي يا ما بعد وقال يا جماعة مثلا يعني مثلا قناة الأهلي وبرنامج البيت الكبير مش هيخشوا النادي تاني أو حيتوقفوا عن التواجد الإعلامي في الفترة القادمة مثلا أنا بقول أي كلام طبعا لكن مثلا يعني اكس من القنوات والله العظيم تلاتكة الدنيا اتقلبت على النادي الأهلي وعلى اللي عمل القرار ده واللي خاد القرار ده حاجات غريبة جدا بنشوفها ولكنها حاجات بنتعلم منها أنا شخصيا اتعلمت من هذا الموقف وحبيت إن أنا أقوله لحضراتكم علشان تعرفوا إيه اللي بيحصل